اشتركوا في القناة واعرب اعضاء الوفد عن سعادتهم بهذه الجولة التي شاهدوا فيها الاحياء التاريخية والمنازل التراثية بالمحرق منوهين الى ان هذه الاماكن التاريخية تعكس تاريخ هذه المدينة الثري من خلال مبانيها التراثية وطرقاتها وشوارعها وتجسد اصالة شعب البحرين وحضارته العريقة واكدوا ان مدينة المحرق بهذا التاريخ الغني والارث الحضاري والانساني الكبير تستحق ان تكتسب مكانة اكبر على الصعيد الاقليمي والدولي وان تكون موجودة بصورة اكبر على خريطة السياحة الدولية بعدها اقيمت محاضرة في مركز الشيخ ابراهيم بن محمد الخليفة للثقافة والبحوث تحدث فيها السيد جوزيرا موسهورت الرئيس السابق لتيمور الشرقية حيث توجه بالتهنئة لصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وحكومة البحرين على الانجازات التنموية التي حققتها مشيدا بما تتمتع به مملكة البحرين من اجواء التعايش والتسامح التي جعلت المجتمع البحريني يحيى في امن وسلام وفي محاضرة اخرى اعربت سيدة انا تيبا جوكا وكيلة الامين العام والمديرة التنفيذية السابقة لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل عن خالص شكرها وتقديرها لسمو رئيس الوزراء على حفوة الاستقبال مشيدة بجهود سموه في مجال تنمية المستدامة والتي كان لها بالغ الاثر في المكانة الدولية التي حققتها مملكة البحرين في هذا المجال الحيوي اشتركوا في القناة